صدر الدجاج المشوي مع الأرز ببهارات الكيجن بدنا الزور الدجاج وكنت استخدم أي شيء بدكم إياه أربع أكواب من أرز بسمتي من تايجر نصف كوب فطر مقطع ربع كوب بصل مفروم ربع كوب من بهارات الكيجن ملح وشوي من الفلفل وزيت من شعبان عندي هنا الزور الدجاج طبعاً بهارات الكيجن بهارات اسم كبير بس هي بالآخر عبارة عن بابريكا ثوم باودر بصل باودر كمون فلفل يعني زعتر شال راح سوي عليه فيديو خاص تمام نعم إن شاء الله ما أخذ كمية من هالكيجن ومنحطها على هالجاج كمية منيحة ومنضيف عليها هالزيت وشوية ملح وفلفل وهالجاج ومنخلطه يا سمير تشرب يتشرب أيوه ساعة زمان مننقعه بيكون عندي هالفرن شغال يا سمير على حرارة مئة وثمانين أبو اسوارة طبعاً فرن أبو اسوارة أبو اسوارة وبعدها بدنا ندخله على الفرن خلننقعه ساعة زمان وبعدها الفرن المباشرة بده تقريباً نصف ساعة تمام ننتقل المباشرة وين سمير؟ على الطنجرة نضيف الزيت ومنبدأ نجهز الرز مع بهرات الكيجن وأبدأ بجهز قلية مكونة من البصل بسم الله تامع السوت طبعاً آه آه سوت تطرب له الأذان أيوة راح أضيف مباشرة شوية ملح والفطر هاي الفطر عندي يا سمير بسم الله والبطون والله يا عبد الله الأذان والبطون في حال ما عندكم فطر طازج استعملوا الفطر المعلب نضيف إبارات الكيجن على هال كمية ميحة كمية ميحة لأنه فيها زعتر فيها زعتر فيها ميرامية فيها بابريكا فيها بصل باودر ثون باودر يعني تشكيل كبيرة من البهرات بس كيف أفش الغل بالتحريك آه ما شاء الله عليك يا سمير انت رائع هاي الملح طبعاً يوه زيادة وزيادة هاي كمان فش مانع من شوية زعتر زيادة الله حتى ندعمها لكها غنية هاي في الفل أسود غنية فعلاً أنا الرز هون رز طايقر عمله عملية السلق هايو جاهز وأموره تمام الداج بالفرن عندي راح أضيفها سمير شوية من هالمي حتى آخذ كل النكهات الموجودة وين سمير شايف طلحون شايف سمير طلحون هاي ايوه ايوه وبعدها يا سمير نجيبها الرز بسم الله الرحمن الرحيم ومنضيفه على الله الله بدك أحوسين ما بعد هسه من الحوسين بس إيش باستعمال ملعقتين يلا حتى إيش الرز ما يتكسرش معنا ويظل إيش سمير يعني منظر وفخر خلونك خلونك بو يلا فضل بدك يلا أنا اللي بحوسين ايوه حتى الرز كله يا سمير يتلون وتصير أموره كويسة وعندي الجاج بالفرن كمان أموره جيدة على حرارة 180 سيأخذ لون حلو وطعم ولا أطيب منه